في الحقيقة مني شفنا تصريحات العنصرية تصريحات اللي كتحض على الكراهية تصريحات اللي كتحض على التمييز في قناة فرنسية تصريحات الحقيقة صدمة وكتحيل على تجربة هذه اللقاحات على الأفريق لأنهم حسب يعني الضم ديال الدكتور جون بول ميرار اللي هو مدير ديال مصلحة الإنعاش بمستشفى كوشام فرنسا وأنهم في أي حال هما كيموتوا بأمراض أخرى ويكونوا هما اللاسي بالإيديال أو أنهم الشخص الميتالي اللي نجرب عليهم اللقاحات باش نفعو المجتمعات الغربية وتم كذلك مقارنتهم يعني مقارنة جد بإيسر وفي هذه الحالة ما كانش بالإمكان ديالنا إلا أننا نتقدموه بدعوة قضائية باش نعود دعوة مثل هذه الصريحات اللي هي كتعودها للقرور الوسطى هاد الشيكاية أو هاد الدعوة القضائية هتقدم بها جمعية نادي المحامي بمغرب اللي هي جمعية مهنية كتضم تقريبا 400 محامي وتأثرت 2012 ومن الأهداف ديالها الدفاع عن حقوق الإنسان وكذلك محاربة خطاب الكراهية والتمييز وكذلك نصر الثقافة القانونية ولوعي القانوني وتعزيز الكفاءة الأكاديمية المحامية موسيقى الشيكاية أو الدعوة القضائية هتكون ضد القناة وكذلك ضد الأشخاص اللي تفوهوا بات الصريحات الآن كذلك القناة كيتبقى على تاني الشيكاية أخرى أو لوسينا المقدم الهيئة العليا السماية الباصرية أو هيئة السماية الباصرية السعيسة موسيقى هذه الدعوة القضائية نتقدم بها أمام المحاكمة الفرنسية لأن هذه الأفعال المنسبة إليهم تمت فوق تورب الفرنس موسيقى حسب اتفاقية القضائية المغيبية الفرنسية سنة 1850 والمعدل في 1971 وبالطبط الفصل الرابع فيها بأن المحامين المغاربة لهم الحق في تمتيل أطراف أمام مع حاكم الفرنسية في نفس الشروط للمحامين الفرنسيين بالطبع بعد إذن من وزارة العدل الفرنسية موسيقى الحزن القانونية اللي هنعتمد عليها باش نتقدموا بهذه الدعوة القضائية هي المخالفات أو الجناح اللي منصوص عليها في قانون الصحافة عدد ١٩١٨ وفي الفصل ١٣٣ جناح كانت تعلق بالتشهير العنصري وكذلك بالسب والشتم اللي عنده علاقة أو عنده طبيعة عنصرية وكذلك التحريد على الكراهية هذا الجناح توصل العقوبة خاصة فيما يخص يعني التشهير العنصري لسنة سجنان و ٤٥٠٠ ألف هذا الغارمة ثانيا بالنسبة للصيفة كمستكي الجمعيات الأجنبية في قارار حادية غرفة الجنحية لمحكمة النقد في ٢٠٠ تسمح لهم بأنهم ولو كان المقر ديالهم الاجتماعي خارج فرنسا أنهم يتقدموا بشيكايات أمام المحاكم الفرنسية وخصوصا فيما يتعلق بهذه الشيكايات الخاصة بالعنصرية وبالتمييز بالنسبة للآلية القانونية التي نعتمد عليها كانت آلياتين الآن وهي الشيكاية أمام عميد القوضة التحقيق لدوائيين وكذلك وكذلك الاستدعاء المباشر الذي يمكن استدعاء هذا الشخص مباشرة إلا كان هناك حجاج كافية وكتعفي من مرحلة التحقيق ترجمة نانسي قنقر